موسيقى كل التحية تلقى لكم مشاهدي تلفزيون المستقبل حلقتنا لليوم مقصومة لقصمين القصم الأول هو مواكبة للحدث اللي رح يصير بكرة بلبنان ومباراة لبنان وهونغ كونغ والقصم التاني هو مع ماراتون كمان رح يكون في ضيف من جمعية بيروت ماراتون وزملتنا هبا زيدان بيواجه منتخب لبنان نظيره هونغ كونغ بكرة تلاتة على ملعب كميل شمعون في بيروت ضمن الجولة الأولى من مجموعة تانية للتصفية المؤهلة لكأس آسيا 2019 واللي رح تصير بالإمارات الفرقين التقوا بمواجهتين سابقتين كانت الأولى عام 1993 ضمن تصفية كأس العالم وتعادلوا في مواجهتهم الأولى 2-2 وفاز المنتخب اللبناني بالتاني بنتيجة 2-1 ضمن الاستعداد للمباراة لبنان لعب عدة مباراة ودية تعادل مع غينيا الاستوائية والأردن وفلسطين ولعب هونغ كونغ مباراة ودية أمام الأردن خسر بنتيجة 0-4 قبل الأسبوع من اللقاء ضمن المعسكر التحضيري للمنتخب شرق الآسيا وفي عمان كما ولعب عدة مباراة ودية تحضيرية لمباراة لبنان أبرزها فوزه على سنجافورة بنتيجة 2-0 وعلى كامبوديا 4-2 وعلى منتخب جوام 3-2 وشينيس تايبي 4-2 إذن هي بداية تحدي جديد للكورة اللبنانية بعد التصفية المؤهلة إلى كأس العالم في البرازيل علما بأن الكثير تغير إلا الحلم الجماهيري برؤية منتخب لبنان يلعب في نهاية كبير حركة من اللاعبين اللبنانيين في الخارج تم رصدة معسكر إعدادة حملة وطنية لمؤذرة المنتخب رصدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام والعين على استاد مدينة كميش شمعون بكرة 3-6 مساء حيث استعادت أرضية هذا الملعب لون الأخضر ولكن هالمرة كما ونوعا استعدادا للمباراة للحديث عن التحضيرات وأجوال معسكر عشية المباراة نستضيف الليلة مدير المنتخب فؤاد بالهوان مساء الخير مساء نورة بيس أول شيء نقول لك اشتقنا لك الله يخليك يعني لنا زمان ما طلعنا نحن وياك لنحكي عن المنتخب يلي أنت لأكثر معرفة بكواليسك كونك دايما الثقل الكبير والهم الكبير والحمل الكبير بيكون على المدير الإداري يعني الفني عنده حمل يعطيون ألف عافي الشباب بس كل الأمور التانية من نأ لا 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 في كتير ناس عم تساعد عم تساعدوا أكيد بتخفيف النأ ولا بزيادة النأ لا بتخفيف تخفيف طيب خبرنا شو أجواء المنتخب قبل ما نبلش بالتفاصيل نحكي شو وضع يعني الكل صار بيعرف من خلال هالحملة الألمية واللي بلشت من فترة مع موضوع المواقع على التواصل الاجتماعي كل صار بيعرف أنه نحن بعشرين الشهر نهار التانين دخل المنتخب بمعسكر في بيروت لاستعدادا للقاء هونغ كونغ بتمرين وضعها المدير الفني للفريق مع الجهاز التدريبي بتمرين فيه أمرار كان فيه صبح والمساء فيه أمرار كان المساء أكيد بناء للبرنامج اللي هو وضعه الأجواء العامة كويسة الكل بيعرف نحن فاتين على تصفيات مصيرية بالأول تصفيات الأولة كان لدينا فرصة أن نروح على كاس العالم نكفي تصفيات كاس العالم ونروح تحصيل حاصة على آسيا اليوم بعد خروجنا من الدور اللي بيسبق هذا الدور نحن اليوم ما عنا خيار إلا واحد يا أما من روح على الإمارات في 2019 يا أما عنا مشكلة أنه ما احنا تأهل من هون كان بلش التحضيرات قبل ثلاثة شهر تقريبا بالمباراة العدادية أو الودية اللي أنت حضرتك قلتها ببداية الحلقة بلاس العين اللي كانت عم ترصد كل اللي عمين إن كان في الداخل ولا في الخارج للوصول إلى تشكيل مثالية ووضع المدرب الفني نهاية واختار اللاعبين المدعوين للمعسكر شو جديد هاللعبين؟ جديد هاللعبين؟ اسمناها اسماء هيك يا عبت لا جديد هاللعبين اليوم أول مرة فيه مع منتخب لبنان فيه لاعب لأول مرة بيحضر اللي هو سمير إياس اللي كنصار يعرف إنه لاعب يلعب ببلغاريا وأول مرة ده من استدعائه مين اكتشفه له سمير؟ يعني أكتر من شخص يعني نحن بالحقيقة هو فريق عم يكتشفه عم يفتش مش إنه واحد عما يعمل كل المهمات فيه أكتر من شخص عما يتعاونوا لإيجاد اللاعبين اللي ممكن يأمنوا دعم اللاعبين اللبنانيين وتساعدوا سواء لوصول لمنتخب قادر على المنافسة مع العلم إنه المنتخب هو قادر إن شاء الله على المنافسة سمير شو بيلعب بأي محل؟ وسط الملعب وسط ملعب؟ نعم إله زمان؟ واصل؟ سمير وصل أول يوم بالمعسكر وصل من عشرين شهر هو كان أول الواصلين هو وصل الفجر آه هو منه يعني مش جاي على لبنان قبل مرة مش زاير لبنان؟ بقى نحن الحقيقة نحن استدعيناه قبل فترة على لبنان اللي جاهزنا له وراءه وعمل جواز سفر وخلص كل الأمور هل في كشفين عم يروحوا على الملاعب يشوفوا؟ ولا في سفرات؟ في أصدقاء في ناس بتحب لبنان ناس بتحب المنتخب هني خارج لبنان وبكتير من البلدان دايما على التواصل معهم نحن كاتحاد وبيزودونا بالأسماء وبترجع الأقيد الأرار إنه هو للمدير الفني نحنا بنوضع كل هالأسماء هاي دي مع تفاصيلها عند الجهاز الفني وهو المدير الفني بآخر شي بيختار إن هذا اللاعب بدنا نستطيعه ولا لا طيب ويكبت أكتر من ندرب حضرتك من منتخب الوطني وصولا إلى الدور الرابع الحاسم للبرازيل وليس آخرا تصفية الكأس العالم إلى أن وصلنا لهلأ اللي نحن فيه ماذا ما الذي تغير في المنتخب اللبناني غير أنه الكبار يعني أتزلوا اللي تغير ما فيش يتغير من ناحية الجهات الرسمية بمعنى اليوم الاتحاد بعده على أسراره دايما عم نعمل جهد ونوفر الإمكانيات المتاحة أكيد للمنتخب ليكون بأفضل صورة ممكنة اليوم عم تقول أنت أنه الكبار اتزلوا أكيد تحيي لهم كلهم من دودو الرضا العباس المغربة لا لا لكن اللعبين اللي هني كبار في الإيمي وفي العمر صاروا لأنه هني كنوا ركن أساسي بالمنتخب اليوم في عملية تجديد من ناحية المنتخب لفريق بيخسر خمسة أو ست لعبين صاروا كبار بالعمر أعلنوا اعتزالهم يعني فريق يتغير بشكل أو بآخر هاي كمان بدأ فرصة بدأ وقت دول المباراة الودية كانوا فرصة كمان لإكتشاف أو للوقوف عند مستويات اللعبين اللي تم استدعوهم بالفتر الأخيرة حقيقة المدرب عنده ليس قائمة مقلفة من أربعين اسم هؤلاء الأربعين اسم على طول هو عم يشوفون ويتابعون بالدورة بالدورة اللبناني المحلي ولا اللي بيلعبوا بالفرق الخارجية هنحكي عنهم المدرب عطول اللي عم يتابعون لا يشوف آخر شي مين بدوا يستدعي منهم أكيد حسب المراكز اللي بتكون بحاجة لأله هو طيب يعني قبل اللقاء الجماعة عندهم مثلا مدرب أو الفريق الهونغ كونغ كوريا بس المدرب فريق الهونغ كونغ عنده لعيب نيجيري مجنس أليكساندر أكاندي نعم هو أحد أبرز النجوم سجل بكل الفرق اللي لعي مثلا باستثناء مرمى الأردن دارسين دارسين الفريق الهونغ كونغي مثلا درسوا المدرب أكيد هذا سؤال بديهي هذا سؤال بديهي وأكيد وجوابه سؤال بديهي أكيد المدرب شاف المباراة طبعة الأردن غررته مباراة اللي خسر أنا عبدي أوصل لأه لا لا ما كتير خسر أربعة سفردة من الأردن الحقيقة ما كتير وكان المدرب متوقع أنه المدرب الهونغ كونغ ما يكون عم يلعب بفريقه بشكل أساسي لأنه المدرب كان عم يشوف المباراة السابقة للعباء الأربعة مباراة التي تحدثت عنها بلود اللي كان عم يعمل فيها فوز باستمرار شايف الأربعة هاي المباراة اللي تبعت الأردن أنا برأيك أنت محطة يعني لقلك ليش لقلك ليش مش بس ايك أحد الأشخاص قال لي هونغ كونغ خسر أربعة من الأردن هذه النفسية يمكن هي بإطار حرب النفسية قبل المباراة تحطير يمكن أو شيء أو خدعة المدرب شايف هذا الموضوع بكتير بهضوح الجهاز شايف هذا القصة لك كمان اللعبين عرفينين تماما والمدرب حكيوا للشباب بهذا الموضوع مطولا بأكتر من لقاء حول المباراة هاي دي اللي هي كانت مانا بروفا لمباراتنا هي محطة بتصور أخدوها فريق هونغ كونغ ليأسروا مسافة السفر ولا حتى يكونوا مرتاحين لما يجوا لهون مش هي مباراة معلقين عليها أهمية على نتيجتها أو بفريق الأساسي كانت واضحة نعم كاميرا مثلهم يقولي ابراين في شاكوش حاملو العسكري بيكسر لك الكاميرا ما بخليك تليفون أساسا نهائيا التليفون ما بيفوت على كوريا تنقطع عن العالم الخارجي أنت لمدة 4-3-4 ديام هني بالأساس لك هني بالأساس إخدين المونديال شيء أربع مرات أكتر أكتر طيب بس بدون شك كلا هذا الشيء المزه على جنب فنيا جماعة لعبوا كأس عالم أخذ حكم وانا لعبوا كأس عالم لعنا هني ترتيبهم الأفضل في المجموعة يعني اللي بيعرف هذا الشيء طبعا كان عنده مشكلة كمان مع المشكلة اتهام ماليزيا بقتل شقيقه لرئيس الكوري الشمالي أخرت المباراة لحزيران يعني هتصير بتماني حزيران الخميس هيلعبوا بالفترة إقامة المباراة هيلعبوا مبارتين صحيح طيب اليوم نحنا المباراة رح تصير على أرضنا وبين جمهورنا أديش يعول عليها المدرب هذا الشق بالذات على أرضنا وبين جمهورنا يعني هنا عنا فرصة اللي هي عم نلعب على أرضنا بين جمهورنا اللي الواضح اللي نحنا ولا مرة ما خزلنا بصراحة نحنا يمكن الأمرار في بعض الأمرار ما توفقنا بالنتائج وخيبنا الأمل ببعض المحلات لكن كان سوق توفيق لكن ولا مرة خزلنا هذا الجمهور هاي نقطة إيجابية مجموعة من اللعبين في منهم مخضرمين وفي منهم جداد وأمار صغيرة بتصور هالتوليفي بين المخضرمين على رأسهم كابتن معتوق كابتن غدار كابتن حمام كل الشباب مع الشباب الزغار اللي تم استدعاون عن منتخب مثل نصار نصار وغيره من الشباب أنا بتصور المنتخب إن شاء الله بزر التحضيرات اللي صارت بزر الإمكانيات اللي توفرت المتاحة برجعها بقول لأنه ما فينا نقول أكتر من المتاحة يمكن متاحة وشوي صغيرة زيادة فيه إصرار عند الشباب وانت اليوم بتشوف بتشوف بالمعسكر إنه الشباب إن شاء الله عوجوهن إنه هني حابين نبلشوا بالتصفيات بفوز إن شاء الله بكرة لنكون بلشنا أفضل مما بلشنا بالتصفيات الأولى هذا ما نأمل وحنتابع معك لكن قبل وفد من اللجنة الأولمبية لبنانية برئاسة جون همام زار النادي الرياضي للتهني أعلى أحراز لقب بطولة غرب آسيا لكرة أسعلي زار وفد من اللجنة الأولمبية لبنانية برئاسة رئيس اللجنة جون همام مقر النادي الرياضي بالمنارة حيث التقى رئيس النادي المهندس يشام الجارودة ووجه له تهنئة بإحراز النادي الرياضي كأس بطولة غرب آسيا لكرة السلة واعتبر همام إنه هلفوز بأساسه لرياضة لبنانية عموما وكرة السلة على وجه الخصوص واتمنى لنادي الرياضي بيروت المزيد من محطات الانتصارات المشرفة ودايما بظل الاياد التاريخية للمهندس هشام الجارودة يلي تمكن على مدى السنوات الماضية أنه يخد بالنادي الرياضي لمصاف الاندي الأديرة والجديرة بالألقاب من جيمب ورد المهندس جارودة وشكر وقدر كتير غالي مبادرة اللجنة الأولمبية اللبنانية وأشياد بالاياد الحكيمة لرئيس اللجنة جون همام من خلال رعايته للاتحادات الرياضية وترسيخه لمفهوم المبادئ الولمبية بلبنان ولفت إلى أن النادي الرياضي رح يبقى هالألعال كبيرة يلي بتمثل إرادة الرياضيين لبنانيين بصناعة إنجازات كبيرة ورح يبقى فريق الرياضي خير سفير لكرة السلة لبنانية بالمحافل الخارجية رح نتوقف للمرة الأولى مع الإعلان ومن بعدها نرجع ونتابع خليكم معنا عودة لكم لمتابعة الجزء الثاني من حلقة فيتشر سبورتس للليلة اللي بذكر أنه بعد شوي رح تنضم لكم زمنتنا هبا زيدان وتحكي عن الماراتون يلي رح يصير بأتنين الشهر الجاي طبعا يلي هو بانكماد يوث ريس يلي رح يصير بأتنين الشهر المقبل ولي رح تابعوه عبر شاشة التلفزيون المستقبل من الضبي الحديث عن المجموعة قبل ما نحكي عن المجموعة دودو يوسف محمد هاللعيب اللي تم اتخاذ قرار بأنه يكون مستشار فني بس يعني نحن بنعرف شو يعني مستشار فني شو المهام اللي ممكن يضيفها يوسف محمد وليش يوسف محمد بالذات؟ يعني أول شي يوسف محمد هو رمز من رموز الكرة اللبنانية هذا واقع ما في حدا بشك فيها هذا اي واحدة اتنين وجوده بالمنتخب هو عملية إيجابية لأنه رمز من الرموز قاعد معك بالمنتخب مستشاره للمدير الفني قربه من اللاعبين بيعطي دفع وبيعطي زخم وبيستفيدوا اللاعبين من تجربته الطويلة واحترافه بحيكون على البنش؟ لا بحيكون على البنش بحيكون معنا باستمرار أساسا يوسف محمد هو معنا في المعسكر ستا الكل يعرف باستثناء أنه يكون على البنش يوم المباراة لأنه في وضعية معينة يوم المباراة الأشخاص المسجلين هني سبعة لازم يكونوا على البنش؟ هني ثمانية من ثمانية ببلشو بدي يكون معهم تصريح بدي يكون معهم تصريح من التحاد الأسياء بالفترة وقلمة التفاصيل للاعلاقة بالتشجيل لكن أكيد دودو هو موجود معنا بالمعسكر موجود معنا بالتمرين موجود معنا بكل الأوقات اللي المنتخب عم يكون موجود فيها مع بعضه هلأ يشكل قلق بالنسبة للمدرب رادولوفيتش؟ بالحكس بالحكس وجوده هو مساعد لرادولوفيتش على كافة المستويات أنه على مستوى الفني ولا على مستوى الاستشاري ولا على المستويات كلها لأنه كما قلت لك دودو من أحد رموز الكرة اللبنانية مثل بقية اللعبين اللي فلوا مثل رضا وغيرهم الشباب عباس عطوي هو دي اللعبين قيمة كبيرة بيجوا على المنتخب بيفيدوا المنتخب بيعززوا من قوته للمنتخب ومنعته من كل الشغلات اللي حواليه نزلت على ملعب المدينة الرياضية مؤخرا؟ نعم طيب نحنا اليوم نزلنا نحنا عم نحكي بدنا نشوف مشاهد أخدناها اليوم الصبح من أرض الملعب كان يفترض نحكي مع الأستاذ الرياض الشيخة ولكن كان عند حكيم السنين سلامة قلبه الله يسلمك أرض الملعب هالمرة ممتازة جدا يعني الملاحظاتنا اللي أخدناها على أرض الملعب ممتازة وهون عملية تزيح الملعب طبعا بس كم يعني الكم والنوع عم نحكي أنا بالبداية عن الكم والنوع لأنه هذا الملعب جهز مرتين وأول مرة ما زبط هالمرة بخلال معينتنا لأله على أرض الملعب كان ممتاز شو كانت ملاحظات الموديل الفني للمنتخب نحنا بهمنا كمنتخب وبيهم الكرة اللبنانية جمالا نتلعب على أرض مستوي جيلسي كما بقولوا بالعربي الداريش نتلعب فطبول أفضل الجهد اللي أنا عمل بالمدينة بهالفترة الأصيرة بتصور مشكورين عليه مشكور عليه السيد زرياض والشباب اللي عم مشتغلوا معه لأنه كل ما يكون الملعب بشكل أفضل كل ما بيكون الفطبول أحلى وكل ما بيكون الفطبول أعلى مستوى يعني متوقع بكرة يكون في كنا عم نحكي أنا والزميل اللي مصور عم يقل له عم يقل لي شو توقع قلت له أنا متوقع يسكر المدرج يعني مش كله بس على قليلة الأعداد اللي بالوجه هيك تكون هيدا المشهد نرجع نشوفه متفائل بالحضور الجماهيري بكرة؟ أكيد أكيد بعد اللي عم نسمعه اللي عم نشوفه بوسائل الإعلام وعلى السوشيال ميديا بتصور اللعبين من معسكر حبين اللعبين عندهم كتير حماس لوجود لوجود الجماهير والجماهير بتصور هاي المباراة متل ما عم بسمعوا متل ما بتأمل أنه حتى في كتير ناس من خارج العاصمة من أماكن بعيدة كتير ترابلوس هيد من ترابلوس من جنوب من كل المحلات كلهم مستعدين أنه ينزلوا لهالمباراة هاي دي ويكونوا دعم منتخبهم أساسا يعني الناس عم تيش تدعم منتخبة آخر شي هيدا المنتخب اللي اللبناني دائما متعطش ليشوف منتخبه بحال كويسي بفوز والوصول إلى أفضل المراتب هيدا ما نتمنين إحنا ومتل ما شفنا أرض الملعب يعني عم تأكدنا تأكدنا متل ما قلنا مستوية جدا وكانت عملية يعني إزالة العجب الزايد ممتازة عم تجري على قدم وصاق طبعا هلا بتكون صارت أحلى وأحلى وأحلى على أمل أنه وجه المدينة الرياضية الأخضر والتأس الربيع الحلو هلا يزهر فوز بكرة إن شاء الله للمنتخب اللبناني لأنه كل ما متل ما كنا عم نحكي أنا وياك تحت الهوى إذا ربحنا من هونغ كونغ منروح أحلى بتصير مهمتنا أسهل لأنه ماليزيا مزعجين كوريا شميلية حدس ولا حرش كل الفرق كل الفرق وإذا كنت رو بحسارها آخر شي بالفوتبول ما في فريق ضعيف ولا فريق قوي في فريق بيحضر صح بينزع عرض الملعب بيشتغل صح أمرار ما بيتوفق لكن بالمرات القليلة لكن إذا أنت عم تحضر صح أكيد بدك تحقق ناتيش يعني مع الإشارة إلى أنه نحنا بالمجموعة الثانية هلأ ومسائبة أنه بال2015 المؤهل لكأس أسي 2015 كنا بالمجموعة الثانية جمان بوقتها كان بدنا يعني يمكن أهدرنا نقاط كتير وقال لك أنه نحنا فتنا كأفضل ثالث أفضل ثاني ثالث كنا تاني كنا حنصير ثاني مع الكويت عم حكي صح ولكن ما توفقنا والتصفية المؤهلة لكأس أسيا 2011 كمان كنا وضعنا ممنيح أبدا كان معنا سوريا صين فييتنام حلينا بالمركز الأخير صح في تطور بالكرة اللبنانية لما بين هدول كنا عم ننافس للدخول إلى الأدوار النهائية الدور الرابع الحاسم بكأس العالم بالبرزي صح يعني هذا اللي عم قوله أنا إن شاء الله يا رب يترجم بكرة على أرض الواقع إن شاء الله مع وجود المحترفين يلي عم يجوه هل هيدا الكيميا اللي بين اللعبين عم تركب يعني عم نحكي عن اللعبين محترفين بالخارج عم نحكي عن اللعبين اللبنانيين عم يتم استدعائهم لأول مرة يمكنين مثل اللي قلت لنا عنه سمير هل هيدا الكيميستري هيدا العقلية اللبنانية عم تركب بس يعني أنا بدي أقول شغلي كتير مهمة هون اليوم أنا لما عم نقول لعبين اللي إني خارج لبنان الكم الأكبر عم بصير هو لعبين اللي كانوا بالدوري المحلي يعني اليوم أنا إذا بدي استقرد الأسماء من إيران علي حمامو ربيع عطايا يعني علي حمامو ربيع عطايا هون ربيع حلق لعب هون اليوم عم نحكي عن حسن معتوق حسن معتوق هون معتاز بالله جنيدي عم نحكي معتاز بالله جنيدي هون يعني الكم الأكبر من اللعبين هني كانوا باللبنان يعني بيعرفوا كتير بعض والشباب اللي عم يستدعوا هني هنهم بالمنتخب لفترة طويلة يعني عدنان حيدر صار له بالمنتخب فوق الخمس سنين وهو بيعرف اللعبين كلهم بيتوصل معهم باستمرار اليوم في لعب واحد فقط هو يأتي إلى المنتخب لأول مرة هو سامير إياس بحقيقة لكن اللعبين اللي موجودين كلهم بيعرفوا بعض ويمكن بتحدثوا مع بعض أكتر مني ومنك لأنه نحن باللبنان ما نتحدث كتير مع بعض مئة بالمئة طيب ماذا عن الحوافز المادية التي أقرى الاتحاد أو أقرى رئيس الاتحاد تفرقه؟ ما كتير رئيس الاتحاد لا مش شخصي ولا الاتحاد حيتفع أصدي أنا يمكنكم مميلو الشخصي الزلمي هذا موضوع ما بعرف بس أنا اللي بعرفه أنه رئيس الاتحاد لما يجي عند اللعبين على الملعب بشرهم بيقول لهم الفلوس هي مطرح ما كتير نحن منعليه بالحقيقة صال الفوتبول فيه فلوس صح صال الحوافز هي شغلة أساسية كمان صح بس اليوم نحن كمنتخب وطني بيهمنا أنه نصل لمراتب أعلى بيهمنا نقدم مباراة كويسة بيهمنا نسعد للجمهور اللبناني والموضوع على الفلوس سيأتي سيأتي طيب كان فيه لهم مكفاءات الشباب صحيح أبضوا هلأ؟ أبضوا هلأ؟ أبضوا هلأ؟ متروكي أصدر خطة يعني لحتالي شباب؟ لا 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 لك شغلة عباس اليوم الكل بيعرف أدي ظروف الاتحاد المادية صعبة بمكان ما أه ما أعلم بيعرف كيف بيتأمن يعني مشكورين حقيقة أنا بعرف كتير تفاصيل عن جد مشكورين رئيس الاتحاد عضاء الاتحاد أمين العام رئيس نجلة المنتخبات أه على تأمين المكافئات على تأمين أه على اتخاذ قرار بمكافئة بألف دولار مثل ما كل صار بيعرف في حال الفوز بتأمين كل الاحتياجات يعني ما حظني بيعرف أدي فيه مصاريف يعني اليوم نحن بمعسكر صارنا 8 أيام أه فندق كل بيعرف مين هو أه فيه فيه أكتر من الشغلة دائما طلب أموال طبعا ولكن اللي بيعرف أنه قدام ميزانية الاتحاد بهذه الأمور يعني تزاكر السفر موضوع كتير حساس ما حظني بيعرف قده هو كم كبير اه ومن المال بندفع عليه وما بدي بدي بس وطح شغلي كمان إنه راحنا عم نواجه ناس يتفوقون علينا بالقدرات المالية بشكل هائل يتفوقون علينا بالملاعب وملاعب بكل شيء ما عدا اللبناني الروح اللي نحن اللي عم نواجه هون من فترة طويل هلا يتفوقون على منتخب لبنان بكل شيء ما عدا بلبنانيتنا الروح أو الروح اللي إذا أنت سميتها اليوم كل العالم عنده ملاعب نحنا معنا ملاعب كل العالم عنده فلوس نحنا معنا فلوس كل العالم عنده دوري في مباراة عملاعب طبيعي نحنا عملاعب اسطناعي وعننا مشاكل بهذه الأمور كل هالعوامل هاي بتخلي هني أفضل منها لكن مش حدا اللي أحسن من اللبناني بروحه بإصراره بعزيمته لتحقيقنا دي إذا أفضل بعشرين ثانية متفائل بمبارات بكرة؟ إن شاء الله إن شاء الله قبل ما نختم أنا وياك بدي نترك شوي برنامج بلدي المنفذ من قبل رابطة كاريتاس لبنان وبتعاوم مع بلدية مجد البعنة ونادي الجبل الرياضي ومركز التنمي والديمقراطية والحوكمي وجمعية دلتا أطلقوا مشروع المرحلة الأولى من ملعب الجبل الرياضي مجد البعنة في قضاء علي وهو ممول من الوكيل الأمريكي للتنمي الدولي بعد تقديم من ليليان عبدالخالق رئيس جمعية الرابطة الأخوية خضر عبدالخالق كان عم يلقي كلمة ترحبية بالحضور وكان النشيد الوطني اللبناني هو بداية هذا الاحتفال الحاشد اللي مثل ما عم تتابعه إذن كانت الكلمة من ليليان عبدالخالق ومن بعدها رئيس جمعية الرابطة الأخوية خضر عبدالخالق ألقى كلمة ترحبية ثم كانت كلمة لرئيس بلدية مجد البعنة روزبا عبدالخالق وكلمة لرئيس نادي الجبل نجيب عبدالخالق بعد ذلك قدم مهندس المشروع غسان صعب إضاحات عن مخطط الملعب يلي عم شوفها أمامنا قيمة الهبة من برنامج بلدي تبلغ مائتي ألف دولار لإنشاء ملعب كورية قدم ميني فوتبول كمرحلة أولى ومدرس جحوي قاعة استقبال وغرفة اجتماعات وغيرة من المنشآت هذا مشروع كتير مهم لازم يدعمه طبعا قبل كمان ما نختم نحنا وفؤاد بدنا نروح نشوف أمين عام تيار المستقبل الأستاذ أحمد الحريري عم يلعب كرة قدم مع نادي الأهلي صيدة شارك أمين عام تيار المستقبل ورئيس النادي الأهلي صيدة أحمد الحريري لاعبا في مباراة ودية بكرة القدم بين الأهلي والمعني صيدة نظمتها برعايته مصلحة الرياضة في تيار المستقبل في صيدة والجنوب على أرض ملعب النادي المعني في صيدة وإحياء لذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ودعما للنشاط الرياضي في صيدة القديمة ولنادي المعني المعروف باستقطابه لمحبي هذه اللعبة الشعبية الأولى في العالم حضر المباراة التي انتهت بفوز فريق المعني عشر سبع رئيس المعني المهندس إبراهيم البطار ونائبه الحاج يوسف أرقدان وأمين السر المحامي باسل منياتو وأمين الصندوق الكابتن سعيد عبو وعضواء الهيال الإدارية نجوة البابا والكابتن يحيى الألطي فيما حضر عن الأهلي نائب الرئيس منصق طيار المستقبل في الجنوب الدكتور ناصر حمود وأمين السر منصق مصلحة الرياضة في الطيار في الجنوب خالد بديع ومدير الرياضة في النادي محيدين جمال والمدير المالي زياد أمين ومدير التجهيزات بلال الحريري وعضواء مكتب المنصقية محدين النوام وكرم السكافي وأعضاء مصلحة الرياضة محمد ناصر وحسام كشتبان وهلال الصباغ كما حضر المستشارة الحريري محمود بعصيري ويوسف اليمن وعلي جراد من مكتبه وجمهور من محبي اللعبة وانتهت المباراة بفوز فريق المعني على الأهل سيدة عشر سبعة حيث قام بعدها الحريري بمشاركة البطار وحمود وإداريين ناديين بتوزيع الكؤوس والميداليات وخلال المباراة كرمت مصلحة الرياضة في المستقبل في الجنوب رئيس المعني إبراهيم البطار بدرع تقديرية سلمه إياها الحريري بمشاركة حمود وابديع فيما قدم البطار إلى الحريري قاميس المعني يحمل اسمه والرقم سبعة هذا بالنسبة للتقرير اللي كنا عم نشوفه وبالنسبة للمنتخب اللبناني اللي بنقولك إن شاء الله يا رب نحن وياك نحتفي البكرة بالانتصار على هونغ كونغ شكراً لحضورك معنا شكراً لك ولحظات قليلة تنضم لأن زمرتنا هبا زيدان وضيوفها من جمعية بيروت مرتون للحديث عن يوث مرتون طبعاً بالاشتراك مع بانك البحر المتوسط بانك ماديو ثريس يلي رح يصير باتنين الشهر المقبل رح تبعوه عبر شاشة تلفزيون المستقبل من طباية لحظات قليلة وبترككم مع هبا زيدان مساء الخير مشاهدين أوهما كنتوا عبر شاشة تلفزيون المستقبل القسم هلأ من فيوتر سبورتس مخصص لا سباق بانك ماد للشباب ويلي هو من تنظيم جمعية بيروت مرتون يلي رح يصير بنسخته الثالث يوم الأحد القادم بمنطقة أطبي لنعرف أكتر تفاصيل عن اكتمال التحضيرات وشوان بيصير على الأرض إذن التفاصيل مع الزميل حسان محيدين وطبعاً المستشار الإعلامي لجمعية بيروت مرتون مساء الخير السيد حسان حسان مرهبة شو خبرنا؟ حطنا هيك أكتر بالصورة الأجواء كيف التحضيرات تاوين صارت؟ طبعاً نحن مع اكتراب الموعد اللي هو يوم الأحد باثنين نيسان طبعاً ورشة العمل صارت على مدار الساعة تحولت مكاتب جمعية بيروت مرتون إلى ما يشبه خلية النحل نعم بعادف يعني وسعي لأن تكون هذه النسخة الثالثة من سباق بانك ماد للشباب مستوفي شروطة على الصعد كافي وتحديداً على المستوى التنظيمي والفني فيما يتعلق بتوقيت السباق لجهة الرقم الأفضل وثالثاً لجهة حالة التعبئة اللي بلغت ذروطة وفيه أنا هلأ أسر سكرنا أكفلنا باب التنزيل أسر إليك أنه نحن هلأ أنا جاي من المكتب تقريباً قربنا نحن سبعة ألاف مشترك ومشتركي في هذا السباق رعاً دخم واللي نحن حددنا له سقفه لاعتبارات لوجستية تتعلق بمكان السباق والاعتبارات إلى علاقة بالجانب التنظيمي فيه يقول أن النسخة الثالثة باتت متوفر لها كل عوامل النجاح وتبقى مثل ما بقوله ساعة الصفر لإطلاق هذا السباق وطبعاً الأمل كل الأمل أن يكون محطة جديدة من نجاحات جمعية بيلوت مراتون هلأ هنحكي أكتر كمان تفاصيل عن هدف هالسباق وشو بيختلف هالسباق عن النسخة الأولى والتانية يعني فيه شعار أيضاً لهالسباق هذه السنة كان أكيد أدى هالسنة لأنه بيركل للوطن ركد له تحية للجيش اللبناني أكيد الشعار صحيح النسخة الثالثة ارتقانا في جمعية بيروت مراتون أن تكون بمثابة إهداء ولفتة دعم للمؤسسة العسكري على تكون بمثابة نذر يسير مقابل تضحيات هذه المؤسسة وطبعاً الجيش اللبناني يصطحق مننا نحن في القطاع الرياضي عموماً وفي جمعية بيروت مراتون هيك لفتة وفاء وتأكيد على أهمية هذه المؤسسة وهون كمان بدي يشير أنه نحن اليوم قمنا بزيارة سيدة العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني الجديد وطبعاً كانت الزيارة من باب الشكر والتقدير للمؤسسة العسكرية على تعاونها وحتى نوضع بآخر التحضيرات والترتيبات المتعلقة بهذا السباق وطبعاً لأينا كل إحاطة ورعاية ودعم وتأكيد على أن جمعية بيروت مراتون لطالما كانت السباقة في إطلاق هذه النشاطات وطبعاً إلى جانب سعي المؤسسي أن تكون حاضرة على كافة الصعد والمستويات يوم السباق نعم حاك الحال السيد حسن عم نشوف يعني الصور ومشاهد من السنة الماضية كمان مشهد بيكبر القلب طبعاً يعني مثل ما هيكبر قلبنا كمان هيضل أحد عدد كان كمان كتير كبير من الشباب والصبايا اللي راكدوا السنة الماضية إذن هالسنة كمان السباق مقصم لعدة تأسيباءات في أربع فعاليات يعني في سباق الخمس كيلومتر اللي هو سباق تنافسي وسباق للمرح وهون أنا برجع بقول أنه هذا السباق في غايته وفي هدفه الأساسي تعزيز ثقافة الرقد عند جيل الشباب من 7 إلى 17 سنين وبالتالي اكتشاف المواهب لدى هذه الفئة لأنه نحن بحاجة ماسة إلى جيل جديد من العدئين والعداءات وطبعا نحن ننطلق في هذا البحث عن اكتشاف المواهب بالمدارس ولهذا السبب أطلقنا منذ أكثر من شهر جولات ترويجية في المدارس الرسمية والخاصة وكانت مية الخليل هي من يقدم لهذا السباق من خلال هذه الحملات الترويجية وتحفز هذا الجيل الناشئ على ممارسة الرياضة وخاصة رياضة الركض بهذا المعنى بس بدي أختم لأقول أنه سباق الشباب في نسخة الثالثة هو أيضا حجر يضاف إلى مدماج فكرة السباق من أجل جيل جديد من العدئين الشباب نعم يعني كمانا هيدا النقطة اللي بدي أشدد عليها نحن ما عنا كتير عدد كبير بتركض الـ 42 كيلومتر يعني كمانا منكون بهذا السباق هيدا عم نعزز وننمي أكتر ثقافة الركض عند العدئين والعدئات لبعدين يقدروا يسيروا شوي شوي ريقدوا مسافات أكتول وأكبر لنوصل لـ 42 كيلومتر بالتأكيد يعني الساعة اللي عم أقول أنا عن ثقافة الركض هي هذه الثقافة في ساعة اللي بمتلكها شبابنا بيصيروا في حالة تحدي مع زيتهم هبة بمعنى أنه الـ 5 كيلومتر ومن ثم الـ 10 كيلومتر ومن ثم نصف الماراتون وصولا إلى الماراتون اللي هو 42 كيلومتر لكن أضف إلى ذلك اليوم جيل الشباب تحاصر مجموعة من التحديات المتعلقة في سلوكيات يومية ونحن اليوم بحاجة هذا الشباب نأخذ من هذه المدنية اللي أثرت بنواحها السلبية إلى عالم الرياضة وطبعا عالم الرياضة هو عالم واسع ورحب يشكل حالة احتضان وأكثر من ذلك يعني فئة الشباب هي الفئة اليوم اللي تعتبر ثلث تعداد من يزاول الرياضة بمعنى الالتزام وليس الهواية أو تمضية الوقت بهذا المعنى السباك يوم الأحد رح يكون كمان تحدي جديد مش بس لجمعية بيروت ماراتون أيضا تحدي لجيل الشباب من أجل أن نعمل على تجيل رقم جديد لأنه دائما عملية التحدي هي على صعيد الأرقام تكسير الأرقام هذه السنة على كل حال كان فيه شباب وصبايا عملوا أرقام ياسية لألون كمان هالسنة أكيد إن شاء الله حيكون فيه أرقام جديدة ذوي الاحتياجات الخاصة كمان لهم محل ولمطرح مثل العادة بكل سباك وبكل ماراتون وبكل حدث عن جمعية بيروت ماراتون كمان مثل ما عم نشوف بالصور هون من السنة الماضية كان الانطلاء لأدوية احتاجات الخاصة 2 كيلومات كمان هالسنة فيه مشاركة وفيه سباك مخصص لهم صحيح أنا كام يعني فاتني بالإشارة إلى فعالية السباك نحنا كنا عم نتحدث عن مسافتين اللي هي 5 كيلومات مرح وتنافسي وعن مسافة 2 كيلومات رهيني كمان أيضا بتنافسي لذوي الاحتياجات الخاصة اللي هني كمان مثل ما قلتي هبا دائما هني فئة أساسية في طبيعة المشاركة لجمعيات بيروت ماراتون بنشاطاتها فئة الاحتياجات الخاصة السنة كمان سعينا من أجل توفير مشاركة مثالية وضعنا مسار سهل عليه هون بشكل يقدر يقطعوا المسافات بأرقام كمان أيضا كياسية بيختلف المسار من هذه السنة لها سنة لا أمدا بالعكس مصال هو زيته بس نحن منعتبر فئة الاحتياجات الخاصة هي من تحتاج أكثر إلى تسهيلات في عملية المشاركة كمان ذوي الاحتياجات الخاصة يعني عندنا بكره سامل هيدا العبارة يعني الأصحاب الاحتياجات الخاصة جسديا وعقليا يعني عندهم إعاقة جسديا صحيح وهون بدي أشير أنا لزيارة أمنى فيها إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمراكز التنمية الفكرية يعني هذه الفئة اللي بيعانوا تأخر ذهني بس إذا بقلك اللقاء معهم قداش كان فيه هيك شعور بالفخر والاعتزاز أنه هتا هذه الفئة التي تعاني وكنت عمت إليلي أنه قصت أنه هني فئة تحتاجات خاصة بس شعرنا أصحاب طاقة أي أصحاب يعني شعرنا أداش أن يملكون هذه الطاقة مضبوط وأداش هني أكثر قربا إلى فئة الأسوياء يعني ما بتميزهم هذه الفئة كتير بهذا الإطار على كل حال العالم اللي بتكون موجودة ويلي يعني بتكون عم تتفرج على انطلاء السبق هيدا السبق اللي بيكون لذوي إحتاجات خاصة عن جد بيكون مميز يعني هالعالم اللي بتكون كان شباب وصبايا أو حتى فئة عمرية متقدمة بالعمر أو حتى فئة عمرية صغيرة بيعطوك أمل أكتر بالحياة بيعطوك قوة وبيخلوك تقول أنه يعني الواحد عشو بدي يزعل بها الحياة أو شو بدي يعمل أنه لك شو في عالم عن جد كيف قدية قدية قوية وقدية عند قطاع هيدا إرادة التحدي مع الذات نحن نقول دايما هي اللي بتصنع الإنجازات وهيدا الفئة أنا يعني بقول هي باتت اليوم جزء أساسي بأي مشاركة لأي نشاط في عالم الرياضة وتحديدا سباقات الركض بهذا المعنى يعني أقفل بيبقى تسجيل بس إذا في حدا يعني وقت تسليم الأرقام هلأ بأعتقد حددت مواعيد تسليم الأرقام هي بالخميس القادم الخميس والجمعة والسبت بثلاثين واحدة وثلاثين أدار وواحد نيسان هلأ اللي فاتهم المشاركين معقول في حدا بعض يقدر يسجل؟ ايه هلأ نحن كنا عم نقول نحن قربنا سبع تلاف نحن سقفنا سبع تلاف مشترك ومشاركي هلأ فيه إمكاني يعني فيه البعض بيتسجل وبيتخلف عن المشاركين نحن فينا خلال هالثلاث ايام اللي هن الخميس بثلاثين والجمعة بواحدة وثلاثين والسبت بواحد نيسان فيهن الراغبين بالمشاركة يستدركوا ويتوجهوا على السيتيما اليوميا من الساعة 11 قبل الظهر حتى السابعة مساء من أجل التسجيل للمشاركة واستدرك الموقف في هذا المعنى نعم فيه ناس كتير بعد تسأل عن الأعمار بهذا السبع من أي عمر لأي عمر يمكن المشاركة مع العلم أنه سبع الفايف كي اللي جالي هو الفورفان يسمح بأن يشارك الأهل مع الولادة صحيح صحيح يعني كانت هذه الخطبة من باب خلق أجواء حتى عائلية بهذا النشاط الآن نحن الفئة العمرية المعتمدة في هذا السباقية من 7 إلى 17 سنة وطبعا هي هذه الفئة اللي هي دائما يعول عليها في عملية اكتشاف المواهب أو الطاقات اللي عندها قدرات إذا سُقلت تعمل إمكانيات وتعمل نتائج نوعية نعم نعم على كل حال أساس حسن نحن رح تبقى معنا ورح نكفي بعد أكتر وأكتر نحكي عن سباق بانك ماد للشباب وأيضا شوفي برزنامة جمعية بيروت ماراتون ولكن بدي أحكي كمانا شوية أخبار محلية تانس كيف أك مع التانس؟ أنا من اللي مش بيمارس الرياضة بعشاء الرياضة بشكل كتير ولعبة التانس هي اللعبة الرشيقة اللي نحن استطعنا بمحل كتير نحقق مستويات فيها مزبوط هنحكي عن بطولة غرب آسيا إذن يلي فتحت اليوم بطولة غرب آسيا بالتانس أكيد فقت تحت 12 سنة لذكور والإناث يلي بينظما الاتحاد اللبناني لللاعبة تحت إشراف اتحاد الآسيوي فتحت على ملاعب النادي اللبناني لسيارات وسياحة بالكاسيك وقيم حفل افتتاح صباح اليوم بحضور رئيس الاتحاد اللبناني أوليفر فيصل ونائبي الرئيس عارف مالدينة وباتريك مخباط عضو مجلس إدارة النادي المضيف وأمين عام الاتحاد ألان صايغ وعضاء الاتحاد ومدير عام النادي المضيف شاربل جرجز ومندوب الاتحاد الآسيوي أمير برجاي ومدير البطولة لويس باز البطولة يلي تختتم بعد ظهر يوم الجمعة المقبل إذن النتائجة اللي سجلت باليوم الأول بفئة الذكور فيز لبنان على سوريا 3-0 قطر على عمان 0-3 إيران على البحرين 3-0 وأما بفئة الإناث فيز لبنان على اليمن 3-0 وإيران على سوريا بنتيجة أيضا 3-0 وهون عم نشوف السيد حسن مشاهد من الافتتاح اليوم يعني عم نشوف لبنان عراق إيران وبدنا كمان نقول للمشاهدين أنه تلفزيون مستقبل أصبح يعني النقل الحصري لكل بطولات ونشاطات طبعا التانيسية اللي رح بتصير أيضا بنكفي مع أخبارنا حيث أحرز منتخب الأولمبياد الخاص لبناني 3 ميدالية بالألعاب العالمية الشتوية اللي أقيمت بالنمسا وكانت البعثة إذن برئاسة شاربل سلمة عبد الرزاء بركات أحرز ذهبيت الجري على التلج مهن العقلي أحرز فضية الجري أيضا على التلج وسوسا بزيغ أحرزت برونزية الجري على التلج يعني كمان مشاهد منها البطولة يعني هون تحيي إلى أبطال وبطالات لبنان في كل الألعاب اللي عم يأكدوا فعل إيمانهم برفع الرأي اللبنانية وتأكيد الحضور على مختلف الصعود والمجالات هوني كمان بعد قبل الانطلاق يعني دايما طبعا السيد حسان داويل احتياجاته الخاصة وين ما كانوا وين ما كانوا عم بيشاركوا بأي لعبة بأي رياضة لازم التشجيع لقاله نكون برك دوبل و تريبل كمان طبعا طبعا بيستحقوا بيستحقوا مش بس عملية التحية بيستحقوا عملية الرعاية نحن دائما ما نقول الرياضة اللبنانية تحتاج إلى رعاية إلى دعم هذه الفئة هي أكثر الفئات حاجة وضرورة وحقية في المساعدة والدعم طيب بحنا نتوقف إذن مشاهدينا مع وقفة إعلانية كتير صغيرة وبعد رح نكفي معكم مع فيوتر سبورتس خليكم معنا مكمل معكم مع فيوتر سبورتس وطبعا عم نحكي عن سباق بانكماد لشباب والضيف العزيز الزميل حسان محيدين مستشار الإعلامي لجمعية بيروت ماراتون استاذ حسان جمعيات دائما كمان إلى محل خاص بهالأنواع من السباقات وطبعا أيضا بعدين بالماراتون كمان بكونوا موجودين وبقوة خبرنا أكتر شوي عن جمعيات الخيرية نحنا دائما منقول النشاط الرياضي أهميته أو جوهر قيامه أن يكون هناك علاقة مع الخير بهذا المعنى جمعية بيروت ماراتون دائما تحرص على أن يكون هناك تعاون وشراكي مع جمعيات الخيرية فيما خاص سباق بانكماد للشباب طبعا هناك 26 جمعية خيرية شريكة في هذا الحدث وهون بدي أنا وضح أمر كتير مهم أنه رسوم الاشتراك رسوم الاشتراك أولا هناك في مجانية للمشاركي لكن بعض المؤسسات التربوية الخاصة قامت بدفع رسوم اشتراك عن طلابها هذه المبالغ طبعا ستعود إلى الجمعيات الخيرية أيضا الجمعيات الخيرية سعت من جانبها أن تكون هناك مشاركة تحت اسم هذه الجمعيات أيضا كمان الرسوم رح يكونوا بمحل عائد لهذه الجمعيات يلي بدأوا أقولوا بهذا الإطار الجمعيات الخيرية رح تكون بسباق بانكماد للشباب بمحل قادرة أن تجمع على إرادات تساعدها في تنفيذ نشاطاتها ونحن بنعرف هذه الجمعيات الخيرية عندها نشاطات كتير بهذا الإطار بإطار الجمعيات الخيرية بدأ أضيف هون وشير إلى أنه جمعية سكيلد اللي هي كانت جمعية أساسية السن الماضي كمان أيضا السنة حاضرة بقوة على صعيد المشاركة وبلغ عدد الفريق المسجل باسمه 1090 شاب وشابي جمعية خلينا نعرف العالم يلي ما بيعرف كمان عن جمعية جمعية سكيلد هي الجمعية التي طعنا بالاهتمام بالطلاب اللي بيعانوا صعوبات تعلمية هي على درجة عالية من الحرفية في إطار هذا الاتجاه نعم طيب يعني جمعيات خيرية أكيد موجودة مدارس رسمية وخاصة من كل المناطق مثل العادة مثل مع واتونة دايما السبق يعني ما بنعرف العالم من وين جاي منشوفهم كلهم سوا مسكين قدام بعض وعم بيركدو الشراكة دايما مع بانكمات كمانا قدام هم من الشراكة هي شراكة بمثابة حجر الزاوي في نجاح هذا الاستحقاظ لبل أكثر في قيامه نحن دائما منقول الرياضة باتت صناعة وهذه الصناعة لا يمكن أن تقوم نشاطاتها إلا من خلال الدعم هون بدي واجه أنا كمان مرة جديدة باسم جمعية بيروت ماراتون رئيسه سيد مي خليل وفريق العمل التحيي والتقدير إلى بانكماد إدارة وعملين على ثئتهم أولا بهذا النشاط وعلى اهتمامهم بمتابعة كل التفاصيل المتعلقة من أجل تسهيل قيام حدث يليك أولا ببانكماد ويليك ثانيا بجمعية بيروت ماراتون أكيد كمان عن جويز يعني مصرين دايما كمان تكريم وهيك دايما نتذكر ميلانيف رايحة في جايزة خاصة لإلى كمان وجايزة شهداء للجيش اللبناني كمان تخبرنا أكثر عن هالجويز خلينا أمطلق من تأكيد ثابتي وحقيقة أساسية هي الوفاء أقل الوفاء أن تكرمي من ذهب من رحل أو من أعطى حتى الرمض الأخير للرياضة طبعا نحن الجائزة اللي كانت معتمدة في السنوات الماضية هي جائزة ميلانيف رايحة الشاب اللي قضت نتيجة حادث تزلج على الثلج هذه العداءة كانت من البارزات في سباقات الجمعية خاصة سباق الشباب واستطعت أن تتصدر بكل كفاءة وافتدار نحن في جمعية بيروت ماراتون رأينا من الواجب الإنساني والأخلاقي أن نحيي ذكرى هذه العداءة ميلانيف رايحة وأن تكون هناك جائزة باسمها تخلد هذه الرياضية بامتياز وستمنح طبعا لصاحبة المركز الأول لفئة الإناث بالسباق أيضا استحدثنا هذه السنة جائزة أيضا ذات صلة بالمؤسس العسكري كونها كانت بداعمة وكون السباق جاء ليؤدي واجب التحية والتخضية للمؤسس طبعا الجائزة تحمل اسم شهداء الجيش اللبناني إلى أرواحها أولاء الشهداء طبعا كل التحية وكل التخضية للي سيكونوا أولاد الشهداء الجيش اللبناني موجودين أيضا أيضا في المشاركة للسباق هناك فئة وشريحة كبيرة من أبناء شهداء الجيش اللبناني وطبعا رح يكونوا بمحل إلون طابع يضيف إلى هذا السباق رونك خاص وصورة جميلة وصورة حضرية يعني شو حلو حيكونها نهار؟ يعني مثل ما عم نحكي وقلنا فترة هيك محمسين هل رح يكون حلو النهار وصورة نقية وجميلة من خلال تلفزيون المستقبل الراعي الحصري لهذا السباق اللي عودنا دائما أن ينقل الصورة بكل حرفي وأن يعمل على تغطية أحداث رياضي بارزي وهمي بهذا المعنى نحن أكيد فخر لقلنا كمان نكون موجودين معكم نهار الأحد ونقل المباشر رح يبتدم ساعة 8 تقريبا صباحا لا حتى نوزع الجوائز على كل الفيزين ونخطو منهار سوا طيب يعني هذا السباق هو افتتاح رزنامة لعام 2017 بعد عندكم نشاطات كتيرة وأنا عرفت كمان أنه استحدثت رجعته سباق السيدات نعم نعم كنا اليوم باجتمع حول هذا السباق يعني نحن عم نحضر الأحد لسباق بونك ميد للشباب بنفس الوقت عم نحضر أو أطلقنا تحضيراتنا لسباق السيدات اللي رح يكون بـ 21 أيار بمدينة جوني نعم وطبعا رح يكون الإعلان عن هذا السباق بكافة تفاصيله من خلال مقتمر صحفي يوم 12 نيسان المقبل طبعا الرزنامة مثل ما أشرت هيبا هي انطلقت أو تنطلق مع سباق بونك ميد للشباب نعم وتستكمل بسباق السيدات بـ 21 ويكون مسك الختام يوم 12 تشرين الثاني نوفمبر بسباق بلونبانك بيروت ميراتون يعني هذه الرزنامة هي تأكيد على التزام جمعية بيروت ميراتون برسالتها الإنسانية وبمبدأ تأكيد أهمية الرياضة وبالتالي تأكيد الحضور للبنان على الخارطة الدولية من خلال هذا الحدث وتحديدا سباق بلونبانك بيروت ميراتون أنا على كل حال بدي أدعي كل العالم يعني هيك نهار الأحد يلاقونا بمنطقة دبي يعني لو أولادهم منا مشاركة بالسباق ولو حتى هنه منا مشاركين ينزلوا ويتفرجوا وينبصوا بهالجوية اللي رح يكون كتير إجابة وكتير حلو ويشجعوا هالولاد هال يعني هكذا فينا نقول مواهب المستقبل برياضة الراكد لأنه طبعا الجو رح يكون كتير حلو ورح نكون كلنا موجودين لنشجع هالولاد ولننقل شو عم بيحققوا أرقام وشو عم يعملوا نتايج كمان أنا بدي دوم صوتي لصوتك طبعا هذه الدعوة دعوة نأمل أن تكون مستجابة من قبل شريح كبيري من اللبنانيين اللي طبعا نحن منقول دائما نحتاج في الأحداث الرياضية نحتاج إلى هذا الجمهور الجمهور الراكي والجمهور الحضاري اللي يحضر من أجل أن يشجع لأنه تحت معنى الحضور الجماهيري الرياضة تحتاج دائما إلى الدعم تحتاج دائما إلى الرعاية تحتاج دائما إلى المواكب خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة أقله بمحيطنا العربي نحن محتاجين إلى هذه الأعراس الرياضية حتى نبدد كل يأس ونبدد كل إحباط ونروح إلى حالة الثقة والأمل والتفاؤل يعني على كل حال يعطيكم العافية تحيي لإلكون بعرف يعني إلكون فترة عم تشتغلوا لهيدا السباق وبيخلص السباق من هون تاني نهار بتبلشو كرميل تحضرو نحضرت لك اليوم كنا نبلش نعم نحضر لسباق السيدات لدى الإطار لكي بد أقول شغلي أنا جمعية بيلوت ماراتون باتت بعد 14 سنة من العمل الميداني تملك سمة الاحتراف يعني العمل الاحترافي بوسطك بمحل بيصير فيه هناك شعور بالرضى عن العمل اللي عمت قدميه والرياضة يعني ما عادت مبادرة هيك طوعية صارت التزام وصارت صناعة مثل ما ذكرت وسباق بونك ماد للشباب راح يكون بنسخة الثالثة كمان متمايز عن النسختين الأولى والثاني لجهة النواحة التنظيمية لجهة النواحة الفنية ولجهة النواحة التقنية بمعنى أنه إذا هذه النشاطات لبترتقي مع الوقت على المستوى الخبراتي تصبح بمحل كأنه في خطة التنازلي فيه يقعد أنا وبعد ما وجهت دعوتك زميلتي العزيزي هبة أنه يجوا يشوفوا نسخة منطحة مختلفة على كافة المستويات ويكون يوم أحد يوم ممتع للرياضة اللبنية والجمهور إن شاء الله أكيد عاقل حقل مرة جديدة تحية لكم تحية للسيدة ميل خليل على رأس طبعا هالفريق العملية الكتير كبير أبدأ تشكرك وأنا حشوفك نهار الأحد بالتأكيد نحن نفرش السجاد الأحمر والورد لفريق المستقبل بكل عديده اللي رح يتولى عملية الصباق بجهة النقل المباشر ألف تحية لكم ألف تحية للمستقبل إدارة وعاملين والموعد يتجدد يوم الأحد اثنين سنة مقبل بدأت تشكرك أكيد مشاهدين أنا رحكمل معكم مع خبر دولي وهو فورميولا 1 حيث ان برح استهل فريق فراري الموسم الجديد من بطوط العالم إذن لسيبقات الفورميولا 1 بشكل رائع وذلك بعد فوض صائق والألماني سباسيان فيتال بجهزة أستراليا الكبرى اللي أقيمت على حلبة ألبرت بارك بمالبورن وعلى رغم من أنه هاملتون قد انطلق من المركز الأول إلا أنه فيتال قد تمكن من تخطيه خلال توقفات الصيانة حيث أنه سيارة فراري بدأت إطارات أقوى هالأمر سمح لفيتال بالقيام بتسع لفات إضافية على إطاراته زيادة عن هاملتون قبل توقفهم للمرة الأولى وبعد إذن جملة هالتوقفات حصل ثابت بالمراكز حيث أنه فيتال بقي عم بيتصدر ومن ثم سائق فريق مرسدس لويس هاملتون أنهى السيبق بالمركز الثاني أما المركز الثالث فكان من نصيب بسائق مرسدس الآخر فالتاري بوتاس أما بالمركز الرابع فكان سائق فراري الآخر كيميراي كونين بالمركز الخامس وإذن في المركز الخامس عفوا سائق ريدبول ماكس ذيرش تابن وبعد فوز باللقب قال لفيتال أنه أمر لا يصدق وأريد أن أشكر الجميع في الفريق لقد كان صباق ممتاز ومجنون ولقد عامل الفريق بجهد كبير خلال الشتاء كي يقدموا لنا سيارة قوية الموسم ما زال طويل جدا لكنني الآن بعد الفوز الأول لأنا سعيد جدا وسعادتي تصل إلى القمر إذن مشاهدين لهم يكون وصلنا لختم حلقتنا من فيوتر سبورتس اللقاء بيجدد معكم التنين المقبل بتمام الساعة عشرة تصبحوا على خير موسيقى 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 اشتركوا في القناة